مباراة اليوم الجمعة عشان ذكرتها دلوقتي في التصفات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مصر فازت على سنغال 1-0 هدف ساليوسيس هدف في مرمى بعد ما الكرة ارتضمت في العرضة من صلاح ورجع لسيس ودخل في مرمى بالخطأ قد ترخيره جمهورية الكونغو اتعلت 1-1 مع المغرب الكونغو اللي بيدربها كوبر اتعلت 1-1 ومتقدمين 1-0 في الديئة 12 عن طريق يوان ويسا في الديئة 55 أهضر ريان ماي ضربت جزاء للمغرب وفي ديئة 76 أحرز طارق السودالي هدف التعادل للمغرب تونس فازت على مالي خارج ملعب 1-0 وموسيسيوكو كان هو بطل هازي المباراة لعب مالي في ديئة 66 سجل هدف في مرمى بعدها باربع دقائق خرج بره الملعب مطرود خسر فرقته النهاردة والحمد لله عشان نفرح بمنتخبنا أشرق وكان منتخب التونسي فوز خارج الأرض النهاردة الجزائر أيضا فازت على الكاميرون خارج ملعبها في الكاميرون هدف الجزائر جي في ديئة 40 عن طريق إسلام سليماني هدف أيضا يقرب جدا الجزائر لكأس العالم زيما بيقرب تونس نحة تانية لكأس العالم وغانا وناجرية تعادلها سلبيا بدون أهداف غانا صفات أمريكا الجنوبية المؤيلة لكأس العالم رجوي فازت 1-0 على بيرو وكولومبيا فازت 3-0 على بوليبيا وبرجوي فازت 3-1 على الإكوادور والبرازيل فازت بربعية نظيفة على المنتخب الشيلي ترجمة نانسي قنقر